الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع الآيات الكريمة مسورة غافر من الآية السادسة والخمسين إلى نهاية الآية الثامنة والخمسين ما هو موضوع هذه الآيات الكريمة حتى نحفظ بفهم في هذه الآية الكريمة توضيح سبب مجادلة المشركين في آيات الله تبارك وتعالى بذباطل ثم ذكر أدلة على وجوده عز وجل وقدرته وإمكان يوم القيام فالله تبارك وتعالى هو القادر القدير المكتدر سبحانه عز وجل ومن الأدلة مثل خلق السماوات والأرض كما يتبين لنا في الآيات الكريمة وأما عن اللماسات البيانية في الآية الخمسين في قوله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببارغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إلا كبر ما هم ببارغي المتكبر هو أقل الناس بلوغا لمراضه لأنه يعيش وهما والوهم لا يتحقق فاللهم إنا نعوذ بك من الكبر وأهله يا رب العالمين ومع ترتيد الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببارغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببارغي إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببارغي إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببارغي فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إن أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون نؤكد على أسماء الله الحسنة الوردة في الآيات الكريمة قوله تبارك وتعالى إنه هو السميع البصير السميع البصير من أسماء الله تبارك وتعالى وهما من أسماء الحياة لله عز وجل ربنا يا من يرانا ويسمعنا فأنت الحي السميع البصير فالحمد لله تبارك وتعالى إننا نعبد ربا حيا سميعا بصيرا سبحانه عز وجل ونتابع إن شاء الله تبارك وتعالى الحلقات بعد ذلك